اشتركوا في القناة للتخلي عن المفاوضات مع ايران قمة الرئيسين الروسي والايراني في موسكو ترسم خارطة تعاون استراتيجي بين البلدين في مواجهة الولايات المتحدة مرسوم رئاسي تونسي يضع حدا للامتيازات الممنوحة للمجلس الاعلى للقضاء والاخير يرفض المساس بالسلطة القضائية اهلا بكم حذر الرئيس الامريكي جو بايدن من كارثة ستواجه روسيا اذا اقدمت على غزو اوكرانيا مشيرا الى ان ثم تفارقا بين الغزو والتوقل وخلال مؤتمر صحفي لمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة اعرب بايدن عن اعتقاده بان بوتن لا يريد حربا شاملة مع اوكرانيا سيكون الامر كارثيا على روسيا ربما ينتصرون في النهاية لكن خسائرهم ستكون باهظة سيترتب على غزو اوكرانيا عواقب وخيمة على روسيا على المدى القصير والمتوسط والطويل وستتكبد خسائر بشرية كبيرة بعد الدعم العسكري الذي قدم لكييف تقدير ان الرئيس الروسي بوتن سيقوم بغزو اوكرانيا لكنه لا يريد حربا شاملة وفي الخطاب نفسها الذي تناول فيها ابرز التحديات التي واجهتها ادارته اعرب الرئيس الامريكي جو بايدن عن خشيته من حرب نووية قائلا ان غزو روسيا لاوكرانيا قد يخرج عن السيطرة بسهولة في المنطقة قلقون عندما تكون هناك قوة نووية غزو روسيا لاوكرانيا قد يخرج عن السيطرة بسهولة في المنطقة يحدوني الامل ان الرئيس بوتن يدرك ان موقفه ضعيف اذا اندلعت حرب فانه لن يكون قادرا على كسبها اذا مضى في تهديداته فسنعزز وجودنا في دول الناتو شرق اوروبا ونقلت شبكة سي ان ان الامريكية عن مسؤول اوكراني ساجان كيف لتمييز الرئيس الامريكي بين الغزو والتوغل وسعى البيت الاب يضي لتفسير تصريحات بايدن حيث قالت جين ساكي ان اي غزو لاوكرانيا سيقابل برد سريع وصارم وموحد من الولايات المتحدة وحلفائها ساكي قالت ان روسيا تمتلك استراتيجية واسعة للعدوان غير الاعمال العسكرية بما فيها شن هجمات الالكترونية واستخدام تشكيلات مسلحة غير نظامية الى ذلك بحث وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جازفوريل مع الامين العام الحلف الاطلسي يانيس تولتنبرغ ووزيري خارجيتي الولايات المتحدة وبولندا انتوني بلينكين واسبيجين يوراو الجهود الدبلوماسية بشأن المقترحات الامنية الروسية في اوروبا وناقش المجتمعون نشر روسيا قوات حول اوكرانيا فضلا عن مواصلة الاتصالات الدبلوماسية الثنائية والدولية الجارية فيما يتعلق بمحاولات روسيا مراجعة الترتيبات الامنية في اوروبا وعن الملف النووي الايراني قال بايدن انه احرز بعض التقدم في مفاوضات فيينا مضيفا ان الولايات المتحدة لم تستسلم بعد لابرام اتفاق نحن لم نستسلم بعد الوقت لم يحن بعد للتخلي عن المفاوضات مع ايران تم احراز بعض التقدم في مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي الولايات المتحدة تقرأ في الصفحة نفسها مع الدول الاخرى فيما يتعلق بمفاوضات فيينا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون دعا الى تأسيس نظام امني في اوروبا مع حلف شمال الاطلسي لمواجهة روسيا وفي خطاب امام نواب البرلمان الاوروبي اعلن ماكرون ان فرنسا ستنظم قمة اوروبية افريقية في شفوات فبراير هدفها اعادة بناء الشراكة بين القارتين الاسابيع القليلة المقبلة يجب ان تقودنا الى طرح اقتراح اوروبي لبناء نظام جديد للامن والاستقرار ليرتكز على المبادئ والقواعد التي استخدمناها وطبقناها ولكن ليس ضد روسيا ام مقارتنا يتطلب اعادة تسليح استراتيجية لاوروبا كقوة سلام وتوازن ولا سيمة في الحوار مع روسيا في المقابل حمل سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي واشنطن والنيتو المسؤولية عن تدهور الوضع في مجال الامن الاوروبي حتى هذا المستوى الحرج وفي كلمة خلال مناقشات نادي فالداي اشار ريابكوف الان بلاده تفضل التوصل الى اتفاقيات بشأن الضمانات الامنية في المقام الاول مع واشنطن لان اشرك مجموعة واسعة جدا من الدول في هذه العملية يأتي بنتائج عكسية وجدد التأكيد ان موسكو لا تنوي مهاجمة اوكرانيا يواصل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي زيارة بدأها امس الى موسكو وقد اكد انها قد تمثل منعطفا تاريخيا في العلاقات بين البلدين وتضمنت الزيارة لقاء قمة بين رئيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اكد فيه تعزيز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة سلام العبيدي ابراهيم رئيسي في موسكو ولقاء قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكريبلين الرئيس الايراني اختار موسكو لتكون اول عاصمة يزورها رسميا الرئيس الروسي يقدر هذا الاختيار حرصا على اقامة علاقات شخصية مع نظيره الايراني استنادا الى التجربة التي لطالما اثبتت ان الكيمياء بين القادة تنعكس ايجابا على العلاقات بين الدول على الرغم من الجائحة حققنا في العام الماضي نموا اكثر من ثمانية وثلاثين في المائة نحن ننفذ مشاريع رئيسية كبيرة والعمل مستمر في كل المجالات تقريبا لكن الدولار الامريكية قد يختفي من التعاملات المصرفية بين البلدين في المستقبل وفي ذلك دلالة سياسية واضحة على الخروج من التبعية المالية للامبريالية والاستعداد لمرحلة جديدة من المواجهة مع واشنطن في الظروف الخارجية الاستثنائية جدا ونحن نواجه الاجراءات الوحدية للغرب بما في ذلك الامريكية يمكننا ان نتأزر في تعاوننا نحن نواجه الامريكيين منذ اكثر من اربعين عاما لكننا لن نتوقف ابدا عن التقدم والتمية في البلاد بسبب العقوبات او التهديدات العلاقات الروسية الايرانية اثبتت كفاءة عالية في التعامل مع القضايا الاقليمية وتكفي الاشارة هنا الى رابطة الدم التي جمعت العسكريين الروس والايرانيين على ارض المعركة ضد الارهاب في سوريا نحن نتعاون على نحو وثيق على الساحة الدولية وبفضل جهودنا المشتركة تمكننا الى حد بعيد من مساعدة الحكومة السورية على التغلب على التهديدات المرتبطة بالارهاب الدولي بالفعل لدينا تجربة جيدة مع روسيا الاتحادية في محاربة الارهاب الدولي في سوريا وهذه التجربة الناجحة تعطينا كل المقدمات لتعميمها على مجالة اخرى البلدان حريصان على اضافة مضمون اكبر الى معاهدة الشراكة الاستراتيجية المنوي توقيعها في المستقبل القريب وهذا يفتح افاقا جديدة للتعاون لا في المجال العسكري التقني المتعظم اصلا بل في تعميق الفهم السياسي المشترك للعالم المعاصر بكل تعقيداته في ان تصبح موسكو العاصمة الاولى التي يزورها الرئيس الايراني رسميا دلالة على الاهمية الاستثنائية التي توليها ايران للعلاقات مع روسيا البلدان يسعيان الى شراكة استراتيجية على اعلى المستويات والمقاومات لذلك متوفرة سلام العبيدي من الساحة الحمراء في موسكو الميادين هذا وكشف وزير الاقتصاد الايراني احسان خاندوزي عن توقيع اتفاق مع نظيره الروسي يشمل تنفيذ مشاريع خط الاعتمان المشترك بقيمة 5 مليارات دولار واشار الان الاتفاق يشمل انشاء ثلاث منشآت اضافة الى سكة حديد وطريق تجاري في كوريدور او ما يعرف باسم ممر الشمال الجنوب اعلنت الصين عن اول وارداتها من النفط الخام الايراني خلال العام برغم العقوبات المستمرة التي تفرضها واشنطن اظهرت بيانات نظرتها الادارة العامة للجمارك في الصين استراد بكين اكثر من 260 الف طن من النفط الخام الايراني في شهر كنون الاول ديسمبر الماضي ولم يتضح اي من الشركات جلبت احدث شحنة ولا اسم الميناء الذي افرغت حمولتها فيه الى ذلك قال امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخان ان بيع النفط الايراني وعودة امواله الى الظروف المناسبة امر لا رجوع عنه وفي تغريدة باللغة العربية على حسابه في تويتر شدد شمخان على انه لا يمكن التعهد برفع عقوبات باتت غير فعالة اصلا من اجل كسب النقاط انا الشر مستمر وفيها بعض الفاصل الغارات السعودية على صنعاء تخلف دمارا واسعا من جديد اهلا بكم كشفت مصادر فلسطينية للميادين عن مبادرة من حركة الجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة من اجل تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس وعقد لقاء لهيئة العمل المشترك الفلسطيني في وقت قريب بعد القطيع التي اعقبت احداث مخيم البرج الشمالي في لبنان الميادين حصلت على وثيقة صادرة عن قيادة حركة فتح في لبنان تطلب من قادة المناطق ومسؤولي الاجهزة وقيادة الامن الوطني الفلسطيني تسليم كل شخص يطلبه القضاء اللبناني سواء كان شاهدا او مشتبها به في احداث برج الشمالي الى فلسطين المحتلة حيث نفذت قوات الاحتلال عملية تجريف ارض المنزل الذي دمرته فجر امس في حي الشيخ جراح وعتقلت اصحابه وقد حولت جرفات الاحتلال المنزلي عائلة صالحية في الحي الى ركام تحت جنح برد القدس القارس والظلام تسلل الاحتلال الاسرائيلي فجرا الى حي الشيخ جراح ليلتف على موقف عائلة صالحية البطولي في تحدي قرار الهدم والرباط فوق منزلهم قوات الاحتلال اقتحمت المنزل اعتقلت كل افراد العائلة وعددا من الناشطين المتضامنين معهم وشرعت بالهدم فيما سطرت عائلة صالحية فصلا جديدا من فصول تحدي والتمترس بالحق والارض اكثر من حوالي 27 واحد كان اعتقلوهم اعتدالهم بالضرب ودخلو هدموا البيت المنزل نازل يعني دموعي نزلت لما شفت البيت كيف يعني زي زنزال الارض مكلوبة كلب البيت الهدم كدش شفت كثير هدم زي هذا اليوم ما شفتش هدم هيك هذا ما تبقى من منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح باب ثلاجة المنزل مطبوعة عليه صور الاطفال الذين نشأوا بداخله لم يشفع لمحمود صالحية ان عائلته مقيمة في هذا المنزل منذ عام 48 بعد تهجيرها من قرية عين كارم غربي القدس لتهجر العائلة من جديد اما سلطات الاحتلال فتمضي في مشاريعها التهودية في محاولة منها لتمصي الهوية الفلسطينية والعربية في القدس على بعد كيلومتر واحد شمال اسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة هدم منزل عائلة صالحية امام اعين العالم الصامت فيما يواجه مئات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح واحياء فلسطينية اخرى في القدس المحتلة تهديدات باخلاء منازلهم ومواجهة المصير نفسه وقع الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما يضع حدا للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الاعلى للقضاء وقالت الرئاسة التونسية ان سعيد وقع مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الاساسي عدد 34 لعام 2016 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الذي ينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضائه وردا على القرار الرئاسي كدى رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر أن أعضاء المجلس سيواصلون أداء مهماتهم بغض النظر عن المرسوم وشدد على أنه لا يمكن المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية وأمل أن لا يمثل المرسوم وسيلة للضغط على المجلس الذي يتمتع بتسيير ذاتي في تطبيق أحكام الدستور بحسب تعبيره منظمة مرسلون بلا حدود دقت نقوس الخطر بشأن حرية السحافة في تونس مشددة على أن أحدث الرابع عشر من جونفي الأخيرة أكدت الخطر الذي يتهدد القطاع وفي تقريرها السنوي بعنوان الصحافة في تونس لحظة الحقيقة قالت المنظمة أنه منذ تولي الرئيس قيس سعيد كافة الصلاحيات ازدادت الانتهاكات المرتكبة ضد الصحافة وأضاف التقرير أن النحو البطيء جدا الذي رافق تحول قطاع الإعلام على مدى السنوات العشر الماضية وما جد من تطورات سياسية أخيرة يهددان حرية السحافة التي كانت قبل 11 سنة الإنجاز الرئيسي للثورة التونسية بحسب التقرير أعلنت وزارة الطاقة الأردنية أنها ستوقع الأسبوع المقبل عقد تزويد لبنان بالكهرباء عبر سوريا وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخربشة قال أن الاتفاق ينص على تزويد لبنان بنحو 150 ميجاوات كهرباء خلال الفترة الممتدة من منتصف الليل حتى السادسة صباحا ب250 ميجاوات خلال باقي الأوقات وأشدد الخربش على أن سعر بيع الطاقة الكهربائية للبنان لا يسبب خسائر للنظام الكهربائي الأردني إلى اليمن حيث استمرت عمال رفع الأنقاض في المدينة الليبيا السكانية شمال العاصمة اليمنية التي دمرت أجزاء كبيرة منها من قبل غارات التحالف السعودي وقد أظهرت مشاهد جوية حجم الدمار الكبير الذي ألحقته غارات التحالف في الحي إثر الاستهداف الذي أدى إلى استشهاد وجرح 29 مدنيا بينهم نساء وأطفال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن صد زحف واسع للقوات المدعومة من الإمارات باتجاه مواقع في مديريتي حريب وعين في شبوى ومأرب أكد سريع مقتلى وجرح أكثر من 50 عنصرا من القوات المدعومة إماراتيا وتدمير عدد من المدرعات والآليات خلال الهجوم مشيرا إلى أن هذه القوات لم تحرز أي تقدم على الرهم من الغطاء الجوي المكثف لزحفها الذي وفرته طائرات التحالف السعودي قالت سائل علام إسرائيلية أن الهجوم على أبوظبي يدل مرة أخرى على أن إيلات ليست محصنة أيضا وذكرت صحيفتها آرتس أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتعامل بجدية مع تهديدات الحوثيين بإرسال صواريخ إلى إسرائيل وأضاف يوسي ملمان في تقريره أن إسرائيل تأخذ بالحسبة احتمال الدخول في مواجهة شاملة إذا تعرضت لهجوم من اليمن أيضا وتقدر مصادر إسرائيلية أن الحوثيين يبادرون إلى تنفيذ عمليات من دون انتظار موافقة إيران لكن التقرير أشار في الوقت نفسه إلى أن الهجوم لم يكن من الممكن تنفيذه لو لا استمرار المساعدات الإيرانية لهم ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن طائرة إسرائيلية خاصة حطت ظهر أمس في العاصمة السودانية الخرطوم وقالت أن أضاء البعث العسكرية الإسرائيلية التقوا ضمن هذه الزيارة عبد الفتاح البرهان وقاد عسكريين كبارا آخرين وذكرت الإذاعة أن آخر وفد إسرائيلي زار السودان في أكتوبر تشرين الأول الماضي قبل الانقلاب العسكري بموازات ذلك أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان أن متظاهرا قتل بالرصاص الحي على أيدي قوات الأمن في أمدرمان وجاء مقتل المتظاهر بالتوازي مع إزالة قوات الأمن الحواجز التي انتشرت في المدن الرئيسية وبحسب لجنة الأطباء فقد ارتفع إجمالي عدد قتل المتظاهرين منذ الخامس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر إلى اثنين وسبعين شخصا رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال جلسة برلمانية دعوات التي تطالبه بالاستقال ودع النواب الانتظار نتائج التحقيقات الداخلية بشأن اتهامه بمخالفتها الالتزام بإجراءات كورونا الصحية زعيم المعارضة طالب من ناحيته جونسون بالاستقال على خلفية انتهاكه تدابير مكافحة كورونا الكذب وتضليل البرلماني تهمتان أضيفتا إلى سجل فضائح رئيس الوزراء البريطاني اتهامات حاول جونسون خلال الجلسة البرلمانية ضحضها نافيا ما قاله مساعده السابق دومينيك كامينغز بأنه كان على علم بأن الحفلة التي حضرها ليست اجتماع عمل جونسون رفض الدعوات المطالبة بالاستقالة داعيا إلى انتظار نتائج التحقيقات بشأن حضوره حفلا للموظفين في مقر إقامته العام الماضي خلال فترة الإغلاق العام في البلاد كما أخبرت البرلمان الأسبوع الماضي فأنا أقدم اعتذاري عن أي سوء تقدير وعلى الجميع التحلي بالصبر وانتظار نتائج التحقيق الداخلي لا لن أستقيل تصدع وانشقاق في صفوف حزب المحافظين نواب منطقة الجدار الأحمر في شمال إنجلترا مستؤون من سلوك رئيس الوزراء فقد تقدم 12 برلمانيا برسائل حجب الثقة عن زعيمهم في حزب المحافظين ليصل العدد إلى أكثر من 20 برلمانيا يطالبون برحيل رئيس الوزراء كما أعلن أحد النواب انشقاقه عن الحزب الحاكم معلنا انضمامه إلى حزب العمال أرحب بشدة انضمام النائب كريستيان أوفرد إلى الكتلة البرلمانية لحزب العمال فهو مثل الكثير من البريطانيين الذين استنتجوا بأن رئيس الوزراء غير قادر على قيادة البلاد لقد دفعت لشهور وأسابيع متعددة عن رئيس الوزراء وذكرت الناخبين الغاضبين بإنجازات جونسون فيما يخص البريكزيت واللقاح وغيرهما لكنني كنت أتوقع من زعيمي تحمل تبعات عمله إلا أنه أمس فعلى عكس ذلك مؤسسة يوغوفا الرسمية كانت قد أعلنت في استطلاع للرأي أن نحو 64% من البريطانيين باتوا يعتقدون بضرورة رحيل جونسون عن السلطة الفضائح باتت تحاصل جونسون ولا مفر له سوى تقديم استقالته أو خوض معركة بقائه في السلطة خيار قد يدفع حزب المحافظين إلى التخلي عنه في ذل فشل استراتيجية التي اعتمدها خلال الفترة الأخيرة وعدم فاعلية سلسلة الإجراءات الشعبوية التي اتخذها لإنقاذ منصبه واستعادة قاعدته الشعبية مستسرور لندن الميادين تذكير بالعنوين في خطاب عامه الرئاسي الأول بايدن يتوعد روسيا في حال غزوها أوكرانيا ويقول أن الوقت لم يحن للتخلي عن المفاوضات مع إيران قمة الرئيسين الروسي والإيراني في موسكو ترسم خارطة تعاون استراتيجي بين البلدين في مواجهة الولايات المتحدة مرسوم رئاسي تونسي يضع حداً للامتيازات الممنوحة للمجلس الأعلى للقضاء والأخير يرفض المساسة بالسلطة القضائية للمزيد من الأخبار والتقارير تفضلوا بزيارة صفحات الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية إلى اللقاء موسيقى